ازاي اكوا عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة جاي لكم وصفة جديدة وصفة الصابون السائل هتعمليه كده في البيت بص بسم الله ما شاء الله صابون كده باللمون ريحته جميلة وريحته قوية جدا وكمان ما شاء الله بص التقلي بقى هتعمليه في البيت المقدير بسيطة جدا الحاجات كلها يا جماعة وورا بس انت بتدوه بيها في المية وهتديك الجمال اللي انتوا هتشوفو ده بص انا بعد ما عملته تقل معايا وبقى جميل ازاي وكمان عايز اقول لكم ان تاني يوم ان شاء الله بتلاقي الكون بتاع الصابون ده تقل معاك اكتر من كده وهيدكي نتيجة حلوة جدا شايفين الصابون تقيل وجميل ازاي وهي عايز اقول لكم والله يعني الكيلو واقف كده بخمسة جنيه طبعا هقول لكم المكونات هقول لكم المقدير هقول لكم الاسعار وهقول لكم مين وهتحب ان انت تشتري ان شاء الله والجرب معي طبعا كتير منكم كان مستني الوصفة دي وقلتوا لي اعمليها معانا يا وفاء فعملتها لكم فيديو الوحدة ان شاء الله تستفادوا معي طبعا الفيديو الاساسي بتاعنا برده كتساها تمانية زي ما لتلكو الروتين فربنا يخليكم ليا تنسوش اللايك وكومنت عشان تعوضوا تعبي دوت في الفيديوهات عشان الكنوة تعلن ان شاء الله تعالوا بقى اوريكم كده الحاجات اللي انا جايباها طبعا انا جايباها دي كيمويات جايباها من باب الشعرية ده تلاتين كيلو آآ دوت برميل كده عندي آآ عاملة في تلاتين كيلو سابون ان شاء الله كده هتحب ان انت لو عملتي مرة بس كده في البيت هتحب ان انت يعني تجربة تعمليك ازا مرة المهم ديت بقى الكيمويات اللي انا جايباها جايبا الكيمويات ديت منين يا وفاء من باب الشعرية لو حد فيكو عارف عادي بقى حد قريب منه آآ يجيب منه الكيمويات ديت تمام لكن احنا جايبينها من باب الشعرية آآ طبعا الحاجات ديت يا جماعة مكلفاني مية وخمسين جنيه وطبعا اللهم صالح على النبي يا ربي ده تلاتين كيلو تلاتين كيلو سابون سائل في البيت الحاجات ديت مكلفاني مية وخمسين جنيه يعني الكيلو واقف حوالي بخمسة جنيه شوفوا بقى السابون دلوقتي عامل كام شوفوا الجراكم بتاعت السابون عاملة كام عدت يعني فانا بالنسبالي ده وفر كبير لي بيقعد معيه ساعات تلات شهور ونص ممكن اربع شهور فممتاز ايه يعني مية وخمسين جنيه آآ في تلات شهور ونص والاربع شهور يعني حلو جدا آآ تعالوا بقى انا هنا طبعا البرميل ده آآ انا مع بيا فيه قولوا حوالي سبعة وعشرين رتل او تمانية وعشرين رتل تمام مية يعني سبعة وعشرين رتل مية او تمانية وعشرين آآ اول حاجة كده اللي هي آآ خمسة وستين جرام طيلوز طبعا باكتبي كده معي المأدير عشان تقول لي يا وفاق المأدير تاني فاكتبوا كده معي المأدير خمسة وستين جرام طيلوز تمام انا دوبتوا كده في المية طبعا المية لازم ان تكون جارية كده زي ما انتو شايفين يعني اكون لفها كده باي عصايا خشب عندك يعني دي عصاية المأشة والله هي فالمهم آآ لفيت كده ويبقى حلو جدا لو حد قدامك مثلا آآ بيلففلك المية كده بالعصايا وانتي بتدوب المأدير المهم دوبنا خمسة وستين جرام طيلوز دوت بقى نص كيلو تكسبون اهو عامل زي الفوزلين كده بس المهم الحاجات يا جماعة تدوب بها كويس عشان تديك كوام حلو وتديك نتيجة حلو عامة تانية خلاص ده نصف كيلو تكسبون اهو دوبتوا كويس جدا وبعد كده اللهم صال على النبي يا رب طبعا كل حاجة بس بديها حقها يعني في انها آآ تدوب حلو جدا في المية اهو زي ما انتو شايفين كده معلش يا جماعة لو صوت يعني الصوت الشارع طلع لكم كده في صوت جامد لان النور قاطع وانا بحاول لسجل الفيديو فقريبة يعني من من البلاكونة المهم دوت كيلو سالفونيك كيلو سالفونيك بصوا اصمر كده ويعني ولا خفيف ولا تيل دوت كيلو سالفونيك اهو بينزل كده على طول بيدوب معي بسرعة وبعد كده ببتدي ان انا بردك الف كده بالعصايا الخشب اهم حاجة تكون عصايا خشب يعني تمام كده اهو شوفوا بقى الجميل بقى وشوفوا الصابون كده شوفوا الحاجة اللي بنعملها في البيت بتبقى حلو ازاي وبنفرح بيها يعني وبعد كده اللهم صلى على النبي يا ربي معايا آآ مية وتمانين جرام آآ بطاس اهو بعد مدوب كده طبعا كل حاجة بس بديها حقاها الاول ده مية وتمانين جرام بطاس اللي هو السودة الكوية مية وتمانين بطاس او السودة الكوية حسب آآ ما انتو بتسموه هنا معي ادي كبايتين كده مية بدوب فيها السودة الكوية ديت في آآ كباية بلاستيك كده ومعلقة خشب تمام دوبته كده كويس الاول برا وبعد كده بضيفه على الصابون بتاعنا اهو تمام كده طبعا انت مشغلها الشفاط عشان الروايح ديت وخلاص كده لفيته حلوة عايز اقولكو ده مشروع حلو جدا يا جماعة والله لو حبيتين انت تعمليه مشروع في البيت مشروع حلو جدا وبعد كده اللهم صلى على النبي يا رب هنا انا طبعا الاجزازة ديت آآ انا معي آآ بتاع دوات فورمالين فا آآ الاول آآ خلينا بس في اللون هنا هحط معلقة لون لون اصفر لون اخضر آآ لون ازرق اللي عندك عمتا اي لون عندك يديك بس ايه لون حلو كده انا بحب اللاصفر عشان انا جايبها ريحت اللامون اصلا فعادي بقى عندك اصفر اخضر اللي ريحك دوبته كده الاول بردك في اللهم صلى على النبي يا رب في في الكوبية البلاستيك ديه بشوية مية وبعد كده منزله على الصابون لو حسنتي ان خفيف دويب شوية آآ لون تاني ما يجراش حاجة خلاص على كده آآ آآ اهو لفيته بردك كويس كده هم حاجة بدي كل حاجة حقها في التقليب هنا بقى عندي هي دي الفورمالين اللي انا بقول لكم عليها انا جايبة كتير لان كده كده الحاجات دي انا بعملها على طول فجايبة كتير هتحط انت خمسين جرام خمسين جرام فورمالين ايه الفورمالين ده وفعل هي المادة الحفظة خمسين جرام فورمالين انا هقول لكم تاني المقادير كلها بس ثانية بس ايه نخلص اللي قدامنا ده هنا معي خمسين جرام ريحة ليمون خمسين جرام ريحة الليمون اهو انا سقول لكم ريحته جميلة جدا جدا وتقيل وحلو كل حاجة وبردك هالف كده واضوب كل الحاجات اللي انا حطيتها ديات كده اهو طريقة سهلة جدا ولا مس سهلة سهلة خالص يعني هنا بقى معايا كيلو الى ربع ملح اهو طبعا الملح ده اللي هيتقل القوام معاك يعني وانت بتقلبي الملح بالزات هتلاقي الصابون بدأ ان هو يتقل معاك وديك قوام حلو جدا هزا اقول لكم اصبره كمان اللي تاني يوم شو فيها الصابون ده يبقى تقيل معاك ازاي اه كده حطيت بقية الملح انا حطيت كيلو لربع ملح وبعد كده هحط خمسين اه خمسين جرام جريسلين تمام احط خمسين جرام جريسلين تعالوا بقى كده على طول نقول المكونات تاني من الاول ولما كتبتيش اكتبي وراي اه دوت اه حوالي سبعة اه تمانية وعشرين رتل مية عشان المكونات اللي احنا هنحطها هتا هتكمل لنا تلاتين رتل صابون تمام تمام اه اول حاجة هنحطها خمسة وستين جرام طايلوز خمسة وستين جرام طايلوز نص كيلو تكسابون كيلو سلفونيك مية وتمانين جرام بطاس اه معلقة اه لون كده خمسين جرام فورمالين خمسين جرام ريحة ليمون كيلو لربع ملح خمسين جرام جريسلين وتمام كده خلصنا الصابون بتاعنا وطريقة سهلة جدا وهتحب ان شاء الله ان انت تعمليه في البيت وعنا انا عارفة اصلا في ناس كتير عملتوا ورايا لاننا مكنتش اول مرة عاملوه هنا في القناة بس زي ما انتو قلته في فيديو الواحد ويوفيه عشان لما نعوز ان طلعوا يعني ايه بدلا ما يكون في فيديو روتين وكده الحالات دي كلها كلفة اثنين مية وخمسين جنيه ده ريتلي اه ده اللهم صال على النبي يا ربي تلاتين ريتلي الصابون زي ما قلتلكم والكيلو واقفك في حوالي خمسة جنيه بيقعد معاك يا عدي ايه وفاق بص يا جماعي بيفرق من استخدامي انا لاستخدامك انت غيرك كده يعني انا عامة اه قعد معايا تلات شهور ونص المرة دي الا بلي قعد معايا اربع شهور وكمان ساعات بحب قدل حبيبي مسلا لو حد جالي ولا حاجة وعايز اقول لكم لما عملتوا مشروع عبل كده انا قلتلكم ان نجح معايا جدا وعايز اقول لكم والله العزيم يعني كان بيكسبني كتير كتير بس انا انده ما اكتبه في موضوعي القناة بقيت شبيع ولا حاجة فلو عايز اتعمليه مشروع يبقى مشروع حلو هتدقي لي دعوة حلو بصوا جماعة ده كده بعد ما انا عملته شايفيني القوام تقيل ازاي عايز اقول لكم كمان تاني يوم ادي له تقليبة حلوة كده الصبح بالعصايا الخشب اللي كنا بنقلب بها ديت وشوفي برضك القوام هيتقل معاك اكتر من كده حاجة جميلة في البيت ما بقاش فيه صابون بخمسة جنيه كيلو دلوقتي حلو ولا يعجبك ابدا ما بقاش حلو كده ام شوفوا انواع الصابون دلوقتي بقيت عدد بقيت عاملة كم فلو نقدر كل حاجة نعملها ان شاء الله مع بعض في البيت هتوفر معاك كتير طبعا شجعوني كده باللايك وكومنت بتاعك عشان اعملكم وصفات كتير فيها وفر كل حاجة نقدر نعملها في البيت ان شاء الله بحبكو في الله طبعا ربنا يخليكو لي بقولكو مع السلامة واستنظروا ان شاء الله وصفة جديدة